ولمزيد من النقاش والحديث عن عودة التظاهرات في استجابة لدعوات الاحتشاد لمليونية الخامس والعشرين من آيار ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد النشط السياسي علي الخفاجي كما ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أمستردام الصحفي والإعلامي الأراقي الأستاذ مظفر الخميسي مرحبا بكما أستاذ علي أبدأ معك لو سماحت أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذ علي ثلاثة شهداء في بغداد اليوم ينضمون إلى قافلة الشهداء التي طبعا كانت قافلة طويلة في ثورة التشرين ثمانمائة شهيد ومئات الإصابات والجرحى والتفسير هو إصرار الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية على انتهاج ذات السياسة سياسة العنف باتجاه المتظاهرين السلميين أخي العزيز هذه الحكومة أجزمت على اختيال الشعب تصرفاتها بقتل الشعب واختيال الشباب وتغييب الشراب والرجال العراق خطة مدروثة لزوال كل شيء يتكلم بالهوية الوطنية العراقية قتلهم بالشباب والسفق دماء الشهداء هذا يأتي من تحليل شرعي لديهم من مراجعهم نعم والقوات الأمنية تقوم بتلك الأفعال بطبيعة الحال هم بالبوجة الأولى لثورة النشفين احتموا خلف ستار الطرف الثالث ولكن الآن المسؤول على اختيال الشباب عبد الأمير الشمري وثامر الحسيني أبو تراب هؤلاء من ضمن هيكلية ما تسمى بالدولة ما هي مواقعهم هل يعملون في الأجهزة الأمنية أم في أي مواقع بالضبط نعم بالأجهزة الأمنية جميل عبد الأمير الشمري شقيق المجرم جميل الشمري ونائب العمليات المشتركة وثامر الحسيني أبو تراب قائد التدخل السريع من الهيكلية البدرية القاتلة يعني تعتقدون أن هؤلاء هم الذين يصدرون الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والرمي باتجاههم لا سيدة هذه ليست اعتقاد وإنما معلومة دقيقة نعم تمام طيب دعني أنتقل بهذه المعلومات إلى الأستاذ مظفر الخميسي أستاذ مظفر منذ مطلع تشرين 2019 حتى هذا اليوم الخامس والعشرين من أيار 2021 وهذا المشهد يتكرر شعب غاضب لديه مطالب كثيرة خدمية وسياسية وفي المقابل حكومة تتغافل عن هذه المطالب بل تقوم بهجمة مضادة ضد المتظاهرين تتمثل في استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز واستخدام العنف المفرط في استجابة للأسف الشديد واضح من أنها سلبية من هذه الحكومة والميليشيات التي تقف خلفها كيف يمكن وصف هذا المشهد المتجدد طيلة عامين تقريبا؟ تحية طيبة بصراحة أن إصرار الحكومة والقوات الأمنية على استخدام العنف ضد الشباب العزل هو أصح تفسير لمقولة من أمن العقاب أساء الأدب حيث أن أفلاق المتورطين بدمات سعمائة شهيد من العقاب والمسائلة ومحاولة تميع أسماء القتلة شجع هذه الحكومة ومن يعمل تحت أمرتها من قوات الأمنية على الوغول بالدم العراقي وأدم الخوف من نتائج قد تشباب بهذا الدم البارد هم أمنوا العقاب فأوغلوا بلدنا ورح يعني باعتقادي أنهم سيخمعون الشعب أكثر وأكثر لأنهم لا حسيب ولا رقيب على هذا الفعل نعم السؤال أستاذ مظفر كثيرا ما تحدث مثل هذه المظاهرات في كثير من ملدان العالم لماذا لا يستخدمون بعض الأسلحة غير القاتلة إنجاز التعبير يعني الرصاص المغطة المغلف بالمطاط على سبيل المثال القنابل طبعا بطبيعة الحال الغازية والدخانية يستخدمونها والمياه العادمة وما إلى لماذا يستخدمون الرصاص الحي وكما قال أحد شهود العيان من بغداد في نشرة سابقة هناك تعمد في الإصابة والقتل وتستهدف تلك القناصة الإصابات في الرأس على سبيل المثال وفي الرقبة وفي الصدر إذن هناك حالة تعمد للقتل نعم صحيح هم يراهنون على وقت المظاهرات هم باعتقادهم أن مظاهرات تشرين استطاعوا قتلها واستطاعوا إرجاع الناس إلى بيوتهم وكل شيء انتهى بدس المخربين وزرع الفتنة والقسوة مع شباب ثورة تشرين هم باعتقادهم أن الثورة انتهت لكن نفسه أن الثورة فكرة والفكرة لا تموت بل تتجدد وتتوالد وتنمو نعم والدليل على ذلك أستاذ علي أن هذه موجة جديدة من موجات الثورة يعني منذ مطلع تشرين الفين وتساطعش حتى اليوم كنا أمام العديد من الموجات المتتالية ماذا تعني هذه الموجة وفي هذا التوقيت بالذات سياسيا وإعلاميا ومن الناحية الميدانية أيضا يعني يبدو أن الشباب والمتظاهرين والثوار لم يتعبوا ولم يكلوا من المطالبة بالحقوق ولكن في كل مرة تزداد المطالبات للأسف في هذه المرة مثلا هناك مطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين فتخرج الأجهزة الأمنية لقتل المتظاهرين مع الأسف أستاذ علي تسمعوني أستاذ مسموع؟ تفضل نعم جميع الثورات تمر بمنحطفات تصحيحية وتغييرية ثورة تشرين لم تهدأ من يومها الأول إلى يومنا هذا جميع الثوار كانوا ينتظرون الوقت المناسب لانطلاقة تظاهراتهم ولكن ما حصل اليوم ليس مجرد فقط محاسبة قتلة المتظاهرين وإنما رفع شعار الشعب يريد إثقاط النظام هذا النظام الميليشياوي القاتل يجب أن يثقط اليوم قبل غد وشفتوا بعينكم وجوابت وشفتوا غدت الفعل من القوات الميليشياوية بقتل الشعب هذا أمر لديهم بقتل الشعب باختيال الشباب باختيال الشعب الوطني نعم ثورتنا ما رح تتحفظ جميع الحلول مفتوحة بمواجهة هذه القتلة كان واضحا أستاذ علي الخفاجي من بغداد هذه الاستجابة الكبيرة من المتظاهرين والنزول اليوم في التظاهرات على الرغم أن المتظاهرين شبه متأكدين من أن القوات الأمنية ستستخدم العنف والرصاص الحي باتجاههم ما الرسالة التي أرادها الثوار بالنزول بهذه الكثافة وفي أكثر من محافظة ومنطقة صدقني سيدي جميع السوار كانوا ينتظرون موعد انطلاقة المراهرة كأنه عسل لهم يعني الشباب كانوا متحفزين ومنتظرين على نار على ساعة الخطط وإلى ساعتنا هذه والحضرة هذه جميع السوار على هبة الاستعداد للنزول للشاركة نعم أنت عندما تقول سيد علي بأن الشباب مستعدون وكذا من الواضح أن الشباب هو الذي يبادر ويتصدر هذه التظاهرات وهذه الثورة وفي ذلك دلالات عظيمة جدا ليس كذلك شبابنا ولله الحمد وصل مرحلة من الرقي والتقافة المجتمعية حسب اعتقادي الشعوب تحتدنا على هيد شباب شبابنا واعي شبابنا صاحب حق شبابنا إلى نظرة للمتقبل وإلى نظرة بنفس الوقت للموت كأنه حياة القيادة الشبابية قيادة المظاهرات الشبابية انطلاقة المظاهرات الشبابية ومتقبل العراق القادم هو الشباب نعم أستاذ مظفر كيف يمكن في سياق آخر طبعا فهم دعوة الحكومة للمصالحة الوطنية وهي مع كل أسف تنفذ عبر الميليشيات وعبر الأجهزة الأمنية وغيرها هناك جهات كثيرة وتأخذ غطاء سياسيا من الحكومة لتنفيذ مجموعة من عمليات اغتيال الناشطين في وضح النهار الكاميرات المراقبة تصور ذلك هناك مئات الوثائق الموجودة لكاميرات المراقبة التي تصور الاغتيال ولا حسيب ولا رقيب ولا مساءلة ولا حتى تحقيق حتى ما وعد فيه الكاظمي من ضرورة التحقيق في بعض القضايا بوعود شخصية لعوائل الذين تم اغتيالهم لم ينفذها بصراحة باعتقادي أن دعوة الحكومة ما يسمى بحكومة للمصالحة الوطنية محاولة ولدت ميت بالأصل لأنها تحاول جمع بين القاتل والضحية وتبرر قتل الضحية هي بالأصل لم تكن موجهة إلى الداخل وإلى الشعب العراقي هي موجهة إلى الخارج حكومة المنطقة الخضراء فهمت اللعبة العالم الخارجي يلح على نقطة واحدة أو بالأحرار نقطتين النقطة الأولى يلحون على إجراء الانتخابات حتى الرأي العام أو العالم الخارجي يفهم أنه هناك ديمقراطية في العراق والنقطة الثانية هي القضاء على داعش على هذه النقطتين تلعب حكومة المنطقة الخضراء لا يهمها مصالحة ولا يهمها قتل الناس لا يهمها الفساد هما يهمهم أنه الرأي العام الخارجي يكون ينظر إلى العراق بصورة وردية لا مصالحة ولا جلوس مع القتل ولا جلوس مع الفاسدين لكن هناك أستاذ مضفر أستاذ مضفر هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم هناك إصرار شعب كبير الآن أن يأخذ هؤلاء الناس بحقوق أكثر من 800 شهيد ومئات الجرحة والذين اغتيلوا يعني هذه المسألة ستبقى قائمة بالتأكيد بالتأكيد دم أي شهيد لن يذهب سودا أقرب مثلنا وكلنا شفنا على شاشات التلفاز دماغ شهداء بخوان السودانيين المتراهرين مصرين على محاكمة القتل على محاكمة المجرمين وأسقط نظام بكامله القمع الذي يحصل الآن لشبابنا والمحاولات الإسكاتهم وإرهابهم بالميليشيات وبالعصابات وبالقتل وبالترهيب ما رح تنجح بطمس الجريمة جريمة القتل مجرد مظهرات قتلوا بها 800 شاب أعزل ناهيك عن باقي الشباب وباقي القتل وباقي الشهداء كل هذه سيحاسبون عليها أشكرك على إثارة هذه نقطة أستاذ مضفر أستاذ علي السؤال الأخير في هذا الموضوع نحن نعرف أن مسألة تنظيم المظاهرات وإعطاء زخم للثورة ليس بالأمر السهل بحكم ظروف كثيرة جدا ولكن مع ذلك النجاح المتكرر لهذه الجولات من الثورة التي انطلقت في مطلع 2020-2019 من الواضح أن خلفه وقود قوي وخلفه إرادة صلبة لهؤلاء الشباب للاستمرار هل تراهنون على الاستمرار مجددا في هذه التظاهرة؟ نعم هذا إصرارنا لتحرير الحراق وليس لمعارضة قتلة ومجرمين هذا الإصرار بلدنا محتل من قبل إيران هذا البلد لازم الجميع يعترض فيه أنه البلد محتل وهذه ليست حكومة وإنما حكومة انتداب لرعاية مصالح المحتل لا نريد أن نعول على المجتمع الدولي لأنه المجتمع الدولي هو اللي دخلنا بهذا المعزق نعم وإنما أنا أول على الجامعة العربية الجامعة العربية ضروري تدخلهم يعني العراقيين ينزبحون على يد الباكنة البنشاوية الإيرانية ما شفنا أي انتقاد أو إدانة من الجامعة العربية بهذا الموضوع شبابنا دين قتل يومية إذا بالساحات التظاهر أو يشارح دين يختالوا بالكواتم المتدسات الكاتم أو يهدد بداخل ديته ويفجر بيته ما شفنا أي إدانة من الجامعة العربية من بنباككم الكريم نطالب الجامعة العربية كأشقاء أن يقفوا مع شباب العراق والشعب العراقي نتمنى أن تصل هذه المطالبة أستاذ علي الخفاجي الناشط السياسي من بغداد وشكرا للأستاذ مظفر الخميسي من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي